تعالي العباسي علي بن الجهم أبيات رقيقة في قصيدة قصيرة مختصرة يقول فيها أبلغ أخانا تولى الله صحبته أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه وأن طرفي موصول برؤيته وإن تباعد عن مثوايا مثواه الله يعلم أني لست أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه كلما قرأت تلك الأبيات دار بخلدي هل كان اللاعب الكاميروني السابق سامويل إيتو سيتمثل بهما لو كان يعرف العربية سؤال محير بالفعل فإيت أثبت أن تلك الأبيات تنطبق على صدقته مع اللاعب البرازيلي رونالدين إذ أنني أفتح منصة تويتر فأجد حكايتهما وأقلب فيسبوك فيطالعني خبرهما وإذا تركت كل ذلك أجد تطبيق واتساب في هاتف يارن ويطنطن فأفتحه لأجد رسالة تلخص ما جرى بين النجمين الكبيرين القصة المنتشرة يروج لها مع صورتين ونص جاء فيه أسطورة الكاميرون سامويل إيتو ينقذ الساحر رونالدينو من السجن سامويل إيتو يطير لإنقاذ صديقه رونالدينو جوتشو ويطلق سراحه من السجن بدفع كفالة قدرها واحد مليون يورو وثلاثمائة وسبعين ألف كان قد وعد بذلك صديقه قبل بضعة أسبوع قائلا سأفعل كل ما في وسعي لإطلاق سراحك يمكنك الاعتماد علي يا أخي موقف جميل أوي من إيتو أوي وكل كدابي حبيبي طبعا القصة أسطورية والمنشور وحمي أصورتان مرافقتان المنشور قديمتان ويعودان إلى ما قبل سجن النجم البرازيلي والتقطتان خلال لم شمل للأصدقاء في غرفة تبديل الملابس في مباراة ودية شهر ديسمبر الماضي اشتركوا في القناة